ملف الأسرى لن يفتح إلا بعد نهاية المعركة هكذا تقول حماس وإسرائيل ترفض التفاوض حوله للهدف عينه في الوقت الراهن لا أحد يعلم بالضبط ما هو عدد الأسرى الإسرائيليين والأجانب لكن بحسب التقديرات فهم حوالي 150 شخصا هددت حماس بأعدامهم واحداً تلو الآخر في حال استمر استهداف المدنيين في غزة إسرائيل قالت إنها تحدثت إلى 60 عائلة لإبلاغهم بسقوط أقاربهم أسرى في يد حماس في أول تأكيد رسمي بأن هناك هذا العدد من الإسرائيليين في الأسر قبلها تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود 100 أسير لدى حماس بين مدنيين وعسكريين ولكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديداً الذين شاركوا بمهرجان الموسيقى في الصحراء قرب حدود غزة الولايات المتحدة كشفت أن لديها 20 مفقوداً في هجمات إسرائيل فرنسا لديها أيضاً 18 مفقوداً حتى الآن مرجحة أن يرتفع العدد مع مرور الوقت أما بريطانيا فرفضت أن تعطي أرقاماً دقيقة وقالت على اللسان الخارجية إن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين فقدوا في إسرائيل كما للأرجنتين 15 مفقوداً وتايلند 11 مفقوداً وبطبيعة الحال مشاهدين هناك عدة دول مثل ألمانيا رفضت تقديم أرقام رسمية قبل التأكد من صحتها على الأرض ترجمة نانسي قنقر